ايونا اخواتي والخوات السلام عليكم و مرحبا بكم قبل ما ندخل الموضوع نقول عاش المالك الله الوطن المالك والله ينصر سيدنا والله يحفظه والله يزيده من عنده وهو مالكنا و نحبه و نبغيه هو الروح دينا هو الوردة دينا المغرب ها هو المالك ده بعفاء على السجنة انتو مالي خارجين كتقولوا المالك خصتوا يعفو ها هو عفاء المسجونين الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا والله يحفظك والله ينادي اخونا و نبغيه و نبغيه مالك هذه هي المصطلحات الذي سنسمعها ويصبح مؤخرا في الاعلام و صفراء هذه المصطلحات عاش المالك، الله وطن المالك، الله نصر صيدنا، المالكة، هذه المصرات ستكون هناك أنا جاءت معكم ونقول لكم ملكين في ظل هذه الأزمة التي خرجوا الناس كي يطالبوا بإطلاق المعتقلين السياسيين لماذا المعتقلين السياسيين؟ لأن المعتقلين السياسيين لم يرتكبوا أي تجريمة لم يرغبوا الملعب، لم يرغبوا عباد الله، لم يرغبوا الناس، لم يرغبوا مخدرات خرجوا ويطالبوا واحد المسائل والحقوق التي شرحت الدستور المغربي لأن الدستور المغربي يقول لك لكل مغربيين، كل من يحملوا الجنسية المغربية عندهم الحق في الصحة، عندهم الحق في الساكن، عندهم الحق في التعليم، وعندهم الحق في الشغل تعتقدنا ب sharing ولكن هذه الناس من المعتقلين السياسية، انه غير مظلومين و発 visa التجرز المسائل كان يسرعون السياسية على حرف المنتجة شفارة القمارة سارق الملعام يعني جميع المجرمين في المغرب اطلق صراحهم الا النشطاء ذي الحراك الريف يعني نرى الخلفية منورها هذا النظام المغربي بزعامة محمد السادس بغي در فى باطل دابا الى جيتو تشوفوا مثلا غير الاخبار التي خرجت دابا ما كنش خبار ما كيهضرش على ان المغرب اطلق صراح السجنة ما كنش شي جريدة او لا جريدة الكترونية في شي اي دولة في العالم ولا قناة التلفزيونية كيهضروا على ان المالك اعفاء على السجنة ولكن انت واحد ما مشاقلب علاش علاش هاد الزوباء دابا النظام المغربي دائما كيستغل الفراس دائما كيقلب على الفراس اللي كيبغي يغسل بها وجهه اجي دابا خرجوا الحقوقيين وخرجوا المحاميين تيقولوا اطلق صراح المعتقالين واسلاح اجيس يطلق عليهم المجرمين اجيس يطلق صراح المساجين وهو القاليكم دائما القاليكم الجواب دائما اطلق المشرمولين و الشفارة و القمارة ولكن تواحد من تشي عنصر من الناس المعتقالين سياسيين دائما حركة الريف مخرج المغربي النظام المغربي يخدم مقافز مزيين في حبل القادية وهو اطلق صراح المشدودين على قضايا الارهاب و كيف ما تعرفوا دائما الفيلم دائما المغربي انما عمر لم يكن ارهاب في المغربي وانما دوق الاهرابيين غير تقلبه اي واحد كان في ستجن في المغربي عن قضايا الارهاب لم يكن تشوفوا اللقاء القبض على خالية و كده و خالية من هنا و خالية من هنا و لكن لم يكن تعرف لها اسماء هو و لا تشعر كيف يشدون الناس أبرياء و يدوم للحبس و يستخدمون الارهاب لكي يبقى يبقى يبينوا العالم حين كان يشدون الارهابيين دائما سيخدمون دائما للعيبة العالم عاود سيفطوها للعالم ان المغربي دولة الإفاق الديمقراطية انها فتحتها على الارهابيين و كيف تعرفوا الحزم هذه القادية كيف سيكون صددها في العالم لأن المغربي سيكون دولة ديمقراطية لأنه النظام المغربي استطاع أنه يعفي حتى على الارهابيين يعني هذه قمة الديمقراطية ما دم أنهم تردد الأفكار و قمنا بغسل دماغيهم و تبغوا البلاد يعني هنجدكم تعرفوا القوى لأن النظام المغربي و لكن هذا النظام المغربي ضمن رأسه لا يريد أن يتأخذه لأن المغربي قام بإطلاق صراحة المسجونين و لكن ما قالوا للمعتقل السياسيين فلأن النظامي لا يريد أن يكون يتحاكموا و يذهبوا بالعكس هؤلاء 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 و هؤلاء من الذين الذين يحكموا عليهم أنهم يتحكموا بالسجن لأنهم حكموا على أبرياء ظلما و النظام بنظام براسه والمالك براسه و كلهم ووزير العدل كلهم يتحاكموا ويمشيوا للسجن لأنهم حاكموا على واحد الناس وسيرطموا للسجن ظلما وعدوانا يعني هذا الناس المعتقلين دير حركة الريف ما هي الجريمة اللي يرتاكبوا؟ من اللي كانت تطلق واحد مغتاصب واحد مجريم واحد شفار واحد قاتل واحد وما طالقش الناس اللي لم يرتاكبوا أي تجريمة طول حياتهم مقدرتش تطلقهم يعني ما يعني هذا؟ هنا الناس اللي غير يخرجوا يقولوا دي المالك رام اخباروش ومتين المالك رام اخباروه راما يدير وينو كده؟ واش المغريض اخباروش أنا ركين معتقين في المعتقين دير واش المالك مكيسمعش الصحفة الدولية ما عندوش المستشارين ما عندوش يعني عاقب نادم هاد شيء كل شيء اي حاجة كالطرف المغريب ركين من وراها هداف يعني دائما هم تيقلبوا على الفرص يتحينون الفرص لنا المغربي دائما يتحينوا الفرص دائما يتحينك الصورة الجميلة على رأسك ولكن في الداخل رحنا كنشدوا الناس باش كنخليوهم يهضروا زوين على المغرب باش كلهم يقولوا عاش المالك باش كلهم يدروا الله الوطن المالك بالقمع بالمخابرات باش تصوروا له ان انا اعطال الحرية الشعر المغربي يكون له يخرج يعبا لارس اشنو غيقوله كنو غيقوله كنو غيقوله كنو عارفين الشعر المغربي شنو غادي يقوله ولكن اغلبية الشعر المغربي يقول لك ورحنا عارفين شنو غيقوله كنو غيقوله كنو غيقوله كنو غيقوله وانا اخر ما بغيش المشاكين وانا ما بغيش وضعرنا امي وابا ومراتي وولادي اي واحد عندوش اكسكيوز علش انه ما تقدرش يخرجي هذر انه يواجه النظام ولكن ده باجاتهم الفرصة مش غادي يصدروا العالم وحد الصورة اخرى ان المغربي النظام المغربي نظام ديمقراطي اطلق صراح المعتقالين يجي نشوف مثلا مؤخرا يقولك ان دي وصلت الحالات دي الكورونا في المغريب الف حالة الف حالة اللي يشدوها هاد الف حالة فين كانت عيشة فين كانت كتتتسارق فين كانت كتتنعس ما عامل كانوا يطلقهاو ما عامل كانوا يقلسوه فين كياكلوه فين كيمشيو يعني تصوروا واش مكتعرفوش واش مكتعرفوش ديرو عملية رياضية ان كل واحد من اللي كتشدو من اللي كتكتشفي كورونا بعد اسبوع لا اسبوعين ركي يكون شردك كورونا في عشر الاف واحد الانسان اللي خدام في إدارة ولا خدام في شريكة ولا خدام في معمل من اللي كي فيه كورونا من اللي كيف يقف دار من اللي كيف يقمن داره الشرد تكتشد خدام وشتريك 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 ما غيرت من اللي كي تسلم الموضف يعني انا اشتراك هذا هو خينا من اللي دلت الفيديو على الحسيمة من اللي منعه على المساعدات طبية تمشي للمستشفى دي الحسيمة خرج واحد خينات يقول لي في واحد المقال في واحد التعليق يقول لي اودي راحنا ما بغين ما سيفتناش لمساعدة المستشفى دي الحسيمة لأن المنطقة دي الشمال كلها ما فياش إصابات كثيرة دونك غد تكون أسبقي المناطق اللي كتكون فيها إصابات كثيرة أنا الجواب عليها يقول لي ودي أن منطقة الشمال ومنطقة الحسيمة فيها إصابات كثيرة شحال من تاست درتو شحال من واحد درتو لي التاست دي القورونا باش غادي تقول لي أن نزل الحسيمة مخصوش المساعدة الطبية شحال من واحد مدينة الحسيمة درتو لي التاست اللي كتقول لي بقين حالة وحدة هي دبا منطقة الحسيمة ومنطقة بركان ومنطقة النعضور وذيك المنطقة كلها يلا كين حالة وحدة فيها يعني هذوك الناس يعني ما هذك الواحدة هذك الواحد اللي في كورونا كيدا ارتجاتو ذي كورونا كيدا ارتجاتو وكيفاش تعرف راسو في كورونا يعني هنا هنا بنا دم كي خربق شرا ما دم انما كينش واحد تاست للناس غيمشي دوذو غا عنا زين المغرب يدوذو التاست الأرقام را خاطئة والمغرب براها القادية يعني كاريتية يعني تصوروا هذ القادية ماش يتوقع تقول يا الناس غاسم في ديور هوم ولا كده بنا دم را كي يخرج ماذا كورونا مثلا كورونا جن كدخش غاب الليل حتى المراسس تاعد كمشون دول عباد الله وذي كونه دم كمشي للجوطية وكوحد القادية اخرى كتعرفوا كتعرفوا ديك اللي قيطوهاك تي ساكن في المغربة شكونا هما الناس اللي عايشين في المغرب كباشر هم الطبقات الاترياء والمسؤولين اللي عايشين في فيلا تشتفي في المغرب الناس اللي عايشين فيلا توم اللي عايشين هم اللي غادي يكونوا ما يكونش عندهم اصابه بكورونا كثيرا 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 ولكن نمشون الحي شعبي في المغرب نمشون المهدر القديمة في المغرب رأي ليه داز واحد من زنقة رأي واحد غادو زنقة غي تعاود لان غير من اللي كي يبريدي من اللي كي يتنفس ذلك النفس ديور غي يبقى تماما ينهار كله وكتعرفوا الشوارع الضيقة الضيقة في الاحياء المغربية وقد تلقى شترجم على شترجم والباب على الباب وقد تلقى ذاك الرواج اليوم يتحرك رأي ليه داز واحد في شه الضنقة؟ ليه داز واحد في شه الضنقة؟ رأي واحد غادو زنقة فيه كورونا رأي واحد غادو زنقة غي تعاود لانا تيبقى عايش في اللي هو كي يبقى عايش وكتجي وكتقول يلا ري الله عدنا ألف حالة في المغرب يلي تسجلات لمدة أسبوعين يلا عدنا ألف حالة وهذه ألف حالة واضربها في عشرات المرات واضربها في مئات مرة عادك الساعة يكون الرقم وغادي يكون شوية حقيقي ليه لمدة دباء أسبوعين عدنا سبيع يلا تسجلات ألف حالة في المغرب والله تكذبا بينها والله ما نصدقها فوقاش غادي نصدقنا هذا الرقم فعلا كين في المغرب وأيام اللي غادي تشدير التاس على الناس دير المغرب قال لم تدو زليم واش فيهم كورونا وان فيهمش كورونا عادك الساعة نصدق سميزه رقيب ناس دبالي حاملين الفيروس حالة دوتا وحد المساقلين وخبار وخبابانش عليهم الحالة الناس اللي عندهم مثلا إميون سيستموع الناس اللي عندهم حماية الناس اللي عندهم حماية في الجسم ديانه يتحمله الشيء أنا راح حاملين الفيروس وكي عادي والناس هو ما كيأترش عليهم ولكن رام كي عادي ونسروا ونسروا ونسرين الناس اللي عندهم الإميون سيستم ضعيف الناس اللي مراد يعني ما تجي تقول لي يا ركينا يلا عدنا ألف حالة في المغرب والله والله يتلك دوم والله يمن صدقها بالله والله واخت جيب لي يا النبي سليمان صلى الله النبي سليمان عليه السلام يجيبوا قدامي يقول لي امريكان يديروا جيدهم التجربة والأثقات والفهم، وقال لها من الامكانيات أشوف تجربة في مدينة نيويورك، حين تدخل في مدينة نيويورك؟ وما زالت اخرج القدرة من الأسبوع والأيام المقبلة أن الرقم سيقول لي فلات ومن بعد أن يكون فلات قد ايام تبقى اهباط الرقم ولكن كل شيء كدوب كل شيء كدوب ولكن المجهدين فيه وهو مخرجين للقيدات في الشوارع يجب أن يدخلوا لهم يعني بحالة رديتهم أنه مسلسل تركي أو تاني جديد الناس تبلعوا به والذين يشاهدوا القيدات بالكاميرات تابعينهم يعني شد الويل هذا قنوات بحجمها وشهراتها تابعين القياد وتابعين المسؤولين في الزناق وتحاولوا يخدروا العقود العقود للناس يعني كافاكم وما يلحشون عليكم بالله حوال مهم أنا شو بغيت نقول لكم أيها الأخوة الأخوات بغيت نقول لكم بروك عليكم أن المالك محمد السادس وصراه الله وأيده وحفظ خطاه ورفعه إلى ما عارض فين أو أطلقيكم السجانة لا أطلقي السجانة الحمد لله حذر اين من رأينا؟ هل تعرف حقيقة من نظمم المغرب자 يقولون أن المالك مظلم والمالك لا أعرف وهو مهم من أبرياء اظنوا في السجول والمجربين والمشنملين والمغتصيبين اظنوا في المجتمع نظام مغربي كثير. ها انتو هاي الحقيقة دي النظام مغربي بيانت دابا. يلا بلا ما يخرج سواحد يبقى يقول لي وانت انت قتمو لك جهات اجنابية وانت من الخوانة وانت هاي. ايوش كل الخائن دابا. ايوه الخائن وايتها الخائنة. يا خوانة. من هو الخائن الحقيقي الان? من هو الخائن ويا اخوانة ويا اخوانات. اخوال اخوات. اشان نقول لكم. ستاي سيف. ستاي هيلتي. اقف ديوركم. ما تخرجوش. راني ضل مغربي والله ما يعرفكم. ركلا مرتي. رك مشيتي في. مشيتي يخلاق. احسن حاجة. انك تحميراتك تبقى في ضارك. اللهم ما تموت بالجوع. ما زينا ما تبجع. رغي شفوك ولداتك. غي يجلسوا حدك حتى غيت تموت بالجوع. ملابتي بكورونا للتوحد ملابتي بكورونا. اللهم ما موت بالجوع ولا تموت بكورونا. خبيينك ولا يحرقوك. ما عرفتهم غي دولك غني ديورك. اللهم ما موت بالجوع. ما دا كلش يموت بالجوع. كلش يموت. احدا شي. ولا تموت بكورونا كله يدفنوا في قلط واحرقوه ويقبو عليك جابيل في القبر دي. الموت بشجوع أسهل من الموت بكورونا أخوات دوزوا بخير وتبارك الله عليكم